السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي هاد نهار ان شاء الله نقدموح الحلقة ديال اهمية وضرورة تقديم عشبة السبن او الدريس الارانيب اول حاجة نعرفو بهد العشبة هدي هي بحقه مشي عشبة هي البقايا اللي كتنتج على الزرع زرع مني كيكو يحيدو الزرع الحصاد كيبقى هاد التبن التبن شحن واحد ما غدش يتوقع انه مهم للارانيب مهم للارانيب كي اللي كيديرو على حسب الولادة نحسب كيفرش به الارضية ولكن في بعض الدول يعني خصا في الخاليج انهم كيبيعوا التبن للارانيب انا غادي نوريكم كيفاش كياكلوه وغادي نهضروا عليه ونتكلموا عليه اذا تابعونا اذا كما كاتشوفوا معايا هوا الارانيب كياكل التبن يعني بواحد شراها يعني نعرفه بعدها يعني التعريف بهذا التبن التبن هو الدريس كيسموه الدريس وهو ما بعد الحصاد ويمكن ايجاد التبن الاخضر وهو الافضل يعني اللي وجد التبن الاخضر يعني هو مباشرة منيك كيحيدو منو الزراع كيكون واحد التبن اخضر اللون ديالو اخضر وهذا التبن هو الافضل لانه غني بالبروتينات وكان الاصفر والغالبية اللي كيكون كيتباع وهو هذا انتم ممكن ما كتشوفو اللون ديالو راه اصفر وهو ايضا جيد ولكن هذا الاصفر هذا غني بالالياف فقط اي ان الحيوانات كيحسوا بالشبع فقط يعني ممكن انهم يحسوا بالشبع فقط ماشي بحل التبن الاخضر والان الان نتحدث عن التبن الاصفر التبن الاصفر وهو علاج فعال وسريع للاسهال الناس اللي عدبادين والقلقين مشاكل في الاسهال يعني المشاكل ديالالاسهال ممكن نعطيكم الدواء يعني السريع ولكن سيكون المشكل عما يلا بغيتوا الوقاية من هاد الاسهال ممكن انكم بديروا واحد جوج مرات تبقوا تعطيو هاد التبن تعطيو الانان بديالكم جوج مرات في الشهر جوج مرات في الشهر راه كافي انه كيحميلهم الماعدة ديالهم من الاسهال بالنسبة لي انا كنعطيهم لهم جوج مرات في الاسبوع اما اللي عندو الانب ديالو اغي صغار بحال هاد الشكل هادا بحال هاد الشكل هادا هاد الصغارين ممكن انه يعطيهم يعني التبن مرة او مرتين في الشهر هديك كتحميهم من الاسهالات اذا اذا كانت ارانبك فيها الاسهال فيمكن اعطاء التبن الاصفر ليابس يعني بحال هاد الشكل هادا يابس وعدم اعطاء الماء يعني من يكون عندهم الاسهال ما تعطيهمش الماء لمدة 24 ساعة يعني تعطيهم هاد التبن هادا من يتحس بيوم كرشهم بدة كتجرة اعطيهم هاد التبن هادا وما تعطيهمش مع الماء الماء ما تعطيهمش صافي هادا كونوا متأكدين انه اه فعوضون يعني يومين شاء الله كيولي الحالة الطبيعية اه وبفضل التبن فقط ممكن ان يتعافى يعني الارنب خلال 24 ساعة باذن الله والسبب في الشفاء وهو ان التبن يساعد على تجفيف الامعاء من العصارات الهضمية التي تسبب الاسهال ان هذا هو السبب علش هو مفيد للارنب بالنسبة للاسهالات لانه كي يجفف هادوك الامعاء ديال الارنب من العصارات الهضمية اه وانا انصح في الحقيقة انصح بتقديم التبن مرتين على الاقل لانه اه تبن اه يقوم بتعويض الالياف الغير موجودة في العالف اه هادا من جهة نهضروا دباع التامن دياله التامن دياله هو ارخص مما تتوقع فممكن انك تشري واحد البالاة كبيرة يعمى فيها تقاريبا مترو مترو وووو فوو ووو مترو وعشرين على نصف ميت والعولو دياله بيناح نقول لها بالا فالعلو دياله ممكن يكون في 30 سنتين. كلها ممكن أن نتشرها بعشرين درهم. عشرين درهم أرى ما شي غادي تخدم لك يعني كان ظن أنها تخدم لك تسيني لأنه ما كتعطيش بزال للآلانب ديالك كتعطيهم غير واحد شوية. أما أنواع التبن فهي التبن الأخضر وهذا ممكن تقدمه لصغار الآلانب. وذلك لأنه غني بالبروتينات. أما الأصفر فممكن تقديمه للآلانب البالغين يعني الكبار. وذلك لتعود الألياف الغير موجودة في أي علف ممكن تقديمه للآلانب. فهو يقوم بالإحساس بالشبع الدائم للآلانب. وهو صالح لجميع الفصول. يعني ممكن أنكم تقدموه في الجو البارد في الجو الحار. ماشي مشكلة. فبالنسبة للجو البارد فهو كيجعل الأرنب ما يبقىش يتخبط في الكاج من شدة الجوع. لأنه خطع فيه الماكلة كيبقى هو ديما جيعان. ففي الجو البارد ديما يخصوا يكون أكثر. هاد التبن هادا كيخليه يحس بالشبع يعني وما يبقاش أنه يتخبط في الكاج في القفص. أما بالنسبة للجو الحار حتى هو كذلك خدام. علاش لأنه يجعل الأرنب ما كتصافش بالاحتباس الحراري. والاحتباس الحراري ركنا هضرنا عليه بزاف الناس اللي كيخافوا من جو ديال الصيف. يعني بحال الجو البارد كي يقول ليوا مصابين باحتباس الحراري ولا قدر الله كيموتوا. إذا تبن هو خدام لكيلا الحالتين خدام في الجو البارد وخدام في الجو الشتاء العفوان الحار وفي نفس الوقت هو كيداوي أي الأمعاء كيجفف يقاد الدورة الهضمية يعني كيقاد ذهب واحد الشكل ممتاز. إذا رخيص في الثامان الحقيقة هو جد جد فعال. دا الحلقة ديالنا رأسالات. الناس اللي ما شاركوش معانا يشاركو معانا قناة غادي بالدعم ديالكم كنشكركم على التعاليق طيب ديالكم. تكيو لزير جيم متنسوش تكيو لزير جيم باش تساندونا ونزيدو نفيدوكم إن شاء الله بالجديد ديال الفيديويات وأنا كنرحب بالتعاليق طيبة ديالكم وكنشكركم بزيف تكيو على زير الجرس كيصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.